اشتركوا في القناة هنبدأ مشوارنا ان شاء الله لهادي السنة بكلمتين مع زكي حسنين يحكيني العم عدنان انه لما نجلس مع الزمل في الدوام يكون الموضوع المفضل للنقاش عندهم هو الاولاد ومشاكلهم والملاحظة ان الشكه محعدة والمعاناة متقاربة كلهم بيشتكوا من هذا الجيل الغريب ويقولوا انه الاولاد ما عادوا زينا لما كنا في اعمارهم كلنا كنا مرتبطين بالعيلة وكنا مركزين على شغلنا وكانت اولوياتنا واضحة بشكل اكبر رضى الوالدين والواجبات الاجتماعية وروح الفزعة واشياء حلوة ما عاد بنشمها في الايام دي من اولادنا الطريف انه عيالهم كذلك لما نجتمعوا مع بعض وتجي سيرة الاباء يكتشفوا كلهم ان المشكلة وحدة مع اختلاف درجة عمقها كلهم يشتكوا انه اباءهم دقة قديمة ما عندهم القدرة الكافية من المرونة اللي تخليهم يسايروا الايام هذه وبالمختصر كلهم يشوفوا انه اباءهم يعيشوا خارج العصر كلمتين للاباء لازم يا اخوي تتأكد ان اولادك ربنا خلقهم لزمان غير زمانك وانه اولادك يشبهوا عصرهم وبيئتهم اكثر مما يشبهوك وللابناء لازم تعرفوا انه اباءكم تكونت شخصيتهم في عصر مختلف عن عصركم ولازم تتقبلوا اختلاف جيلكم عن جيلهم وتعتبروا التعامل مع اباءكم تحدي ما عندك خيار غير انك تكسبوه وفي امان الله كنتم معه كلمتين مع زكي حسنين كليوم ترينا دولا